يطيب لي في البداية أن أرحب بأخي صاحب الفخامة السيد مكي صل رئيس جمهورية السنغة للشغيرة وأن أتوجه إلى فخامته بعميق الشكر على مشاركته في هذا الحدث الهام فحضوركم معنا اليوم فخامة الرئيس دليل على الأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه المبادرة بالنسبة لعموم الدول الساحلية في العالم وفي قارتنا على وجه الخصوص كما وحيي المشاركة المعتبرة لشخصيات هامة تنتمي للهيئات الدولية والإدارات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وميدان الخبرة والبحث العلمي وأود في هذا الإطار أن أنوه بالعمل الرائع الذي أنجزته المجموعة الاستشارية للدولية التي أشرفت على التحضير لهذه المبادرة كما أتوجه بتحية خاصة إلى البروفيسور بيتر أغين مؤسسي منظمة الشفافية الدولية والمؤسسي المشارك للمبادرة من أجل الشفافية للصناعات الاستخراجية والحكامة الرشيدة فقد كان دوره حاسماً لتجسيد هذه المبادرة مثل ما كان من قبل حاسماً في تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة صاحب الفخامة أيها السادة والسيدات في إطار ماموريتي كرئيساً للاتحاد الإفريقي نظمنا معتمراً دولياً في نواكشورت حول الشفافية والتنمية المستدامة في إفريقيا بهدف دعم ترصيخ الحكامة الرشيدة في قارتنا ركز ذلكم المؤتمر آماله على تعزيز الشفافية في تسيير الموارد الطبيعية ودعا إلى بلورة مبادرة خاصة بقطاع الصيد وإننا لسعداء اليوم بالعقاد المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد هنا في نواكشورت فقد مثلت منعطفاً هاماً وجاءت في وقتها المناسب فقطاع الصيد رغم أهميته الاستراتيجية لم يحرى حتى الآن على الصعيد الدولي بخلاف الصناعات الاستخراجية بمستوى كاف من العناية لتحسين المردودية الاقتصادية لموارده ودرورة دموتها فالمساهمة هذا القطاع لا تترجم حتى الآن في الواقع إمكاناته الهائلة في مجال خلق الوظائف والإرادات المالية للدول بالمساهمة في الأمن الغذائي للشعوب ترتبط هذه النواقص باستمرار ممارسات غير مسؤولة ومسلكيات لاعقلانية مثل الصيد المفرق والصيد غير القانوني والصيد الذي لا يخضع لنظم وأنشطة تدميرية دون أن نساح حجم الغمود التي يحيط حتى الآن جوانب معتبرة من مداخل قطاع إن هذه الوضعية التي تؤثر بشكل كبير على أداء القطاع الآن تنذر في النهاية بحتمية نضوب الموارد كما تظهر ذلك العديد من التقارير العلمية ولمواجهة هذه التوقعات والمخاوف يتوجب على جميع الأطراف أخذ زمام المبادرة بمزيد من الاتزام بالحكامة الرشيدة في مجال الصيد قائمة على تسيير شفافية واستغلال المستدام للموارد ذلك هو الهدف الرئيس الذي تقوم عليه مبادرة الشفافية بقطاع الصيد فمن خلال تكريس معايير معترف بها ومتقاسمة دليل ستؤمن هذه المبادرة للفاعلين المعنيين إطاراً للعمل سيشجع إشاعة الشفافية من خلال آلية للنشر المتظم من قبل كل بلد طرف للمعلومات والمعطيات المتعلقة بإطاع الصيد ستمكن هذه الآلية المبتكرة دون شك من كبح الممارسات الضارة وبذلك نكون وقد خطونا خطوة كبيرة على طريق الإصلاح الضروري لترصيخ الحكامة الرشيدة صاحب الفخامة أيها السادة والسيدات ترموز مبادرة الشفافية في قطاع الصيد إلى توجه العام الذي تبنيناه والذي ينهم كل نشاطاتنا بمحاربة التسهيل غير العقلاني وغير الشفاف لمواردنا ولمكافحة الصرامة للرشود فقارتنا الإفريقية تعاني وضعاً شاذاً يتمثل في كونها تتمتع بموارد هائلة بينما يعاني العديد من مواطنها أوضاعاً هشاً ولن يتسنى تجاوز هذا الوضع إلا من خلال الحكامة الرشيدة على هذا الصعيد باشر نامذ سنة 2009 إصلاحات كبيرة لترشيد ومراقبة تسيير المال العام لقد مكنت هذه الإجراءات المتخذة من توجيه موارد معتبرة لإنجاز برامج تحسن ظروف المعيشة للمواطنين فقد عرف قطاع البناء التحتية والطاقة والولوج إلى الماء الشروب والتعليم والصحة خلال هذه الفترة تطوراً ملحوظاً وغير مسبوخ كما مكنتنا محاربة الرشوة من إرصاء قواعد قواعد دولت حديثة تعتمد في المقام الأول على إمكانتها الذاتية لضمان نموها صاحب الفخامة أيها السادة والسيدات إن تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة واجب أخلاق عظيم وهو مسؤولية الدولة والقطاعات العمومية والخصوصية ومنظمات المجتمع المدني كما يتوجب على جميع المواطنين تبني هذه القضية النبيلة فالمبادرة التي نطلقها اليوم تدخل ضمن إطار رؤية لتلاقي جميع الأطراف على أسس فاضلة وإنني على يقين من أن هذا الحدث سيكون له الأثر البالق في إحداث تقدم حاسم من أجل حكامة أكثر مسؤولية في قطاع الصيد وفي الختام أعلنوا على بركة الله انطلاق أعمال المؤتمر وفي الختام أعلنوا على بركة الله انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول الشفافية في قطاع الصيد متمنياً له موفوراً موفوراً نجاح والتوفيق أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة